بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد والمحمد شجرة اللبوة وموضع الرسالة ومخدن في الملائكة ومعدن العيل وأهل بيت الواحي اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجد الغابرة يأمنوا مراكبها ويغرقوا ما تركها المتقدموا لهم نارق والمتاخر عنهم زاهق واللازم لهم لاهق الله صل على محمد وآل محمد الكهف الحصين وغياث الموطر للمستكين وملجأ الهاربين وعسمة المعتصمين الله صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرا تكون لهم الضار ونحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول الملك وقوة يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد يطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرغت طاعتهم وولايتهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعمو قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعسيتك وارزقني مواسات من قترت عليه من عزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ولك وانا شهر نبيك سيدي رسلك شعبال الذي حفظته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يد أبو في صيامه وقيامه في لياله وأيامه بخوعا لكا في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه اللهم فاعلنا على الاستنان بسلتي في وليل الشفاءتي لداي اللهم واجعلوا لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا واجعل لي له مكتبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعا ذنوبي غاضيا قد أوجبتني منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الاخرار اللهم واجعلنا على الاستنان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر